كورونا بلا استئذان يدخل البلدان اكتساح للحدود بصورة لم تجعل من أكثر البلدان حصانة صحية بعيدة عن الإصابات أو على الأقل حجرا صحيا لأفراد داخلين أو مقيمين فيها الخليج العربي أضحى بؤرة انتشر فيها المرض غير المسيطر عليه إذ أعلنت البحرين أول إصابة بفيروس كورونا تبعتها الكويت بتسجيلها ثلاث إصابات بينما ساعات فقط فصلت العراق عن الكويت في إعلان تسجيل أول حالة بالبلاد لطالب قادم من إيران وقد أعلنت الدول مجاورة لإيران إغلاق الحدود وحظر على السفر منها وإليها عقب تزايد عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا الجديد في الأيام القليلة الماضية وأعلنت وزارة الصحة الأردنية منع القادمين من كوريا الجنوبية وإيران من دخول البلاد كإجراء احترازي لمنع تفشي كورونا في ظل ارتفاع عدد المصابين به في البلدين وفرضت كل من السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان قيودا على السفر إلى إيران في حين حثت عمان مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت أنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول ولأن العراق مقبل على أيام زيارة يتوقع يحييها ملايين من الزائرين المحليين والأجانب القادمين من بلدان الخليج العربي فقد نشطت دعوات إلى ألغاء الزيارة وتطويق إمكانية انتشار المرض قدر الإمكان إلى ذلك بدأ الوعي الصحي ملحوظا في العراق في اعتماد على الجهد الذاتي لتهرؤ القطاع الصحي فقد منعت قبيلة عراقية في محافظة المثنى التقبيل في المناسبات بين أفرادها والاكتفاء بالمصافحة فقط كإجراء وقائي لمنع انتشار كورونا